اشتركوا في القناة ونازعوا فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة يعني أنا أذهب أحضر مجلس علم لمدة ساعة ولا أصلي من صلاة النافرة لمدة ساعة يقول وهب بن منبه يقول لا مجلس العلم أفضل لماذا أفضل؟ لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ينتفع بها عمره كله أنت تعرفوا يا أيها الإخوة وهذا جرى معكم وجرى معنا ربما أنت بمجلس علم تسمع كلمة سبحان الله تنزل في قلبك تكون سبب سعادتك في كل الدنيا في كل الحياة الدنيا والآخرة ربما تسمع كلمة تصلح لك أمرك ربما تسمع كلمة تهديك رجدك لسنة كاملة ربما كلمة واحدة اسمعها أحدنا في مجلس علم ينصلح حاله ويتبدل حاله إلى حال أحسن ربما مسارك في الحياة تغير من جراء كلمة تسمعها في مجلس علم لعل همتك في الإقبال على الله عز وجل تزيد لعل عيوبك التي لا تستطيع أن تغيرها تنقلب في مثل هذه الساعة بركات مجالس علم بركات كبيرة وإنما مثلك من العالم كما قال سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه عن صحابة الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين قال إنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء الجالس تحت النخلة ربما يسقط عليه من النخلة شيء من أول جلوسه ربما بعد ساعة ربما بعد ساعتين ربما عشر ساعات قال إنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه أو عليه منها شيء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من حجرته الشريفة إلى مسجده الشريف فدخل المسجد فرأى حلقتين جماعة من الناس هنا وجماعة من الناس هناك إحدى الحلقتين يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى والحلقة الثانية يتعلمون العلم ويعلمونه مجلس علم مجلس تفسير مجلس شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجلس تعليم للفقه مجلس تعليم للعقيدة مجلس تعليم وتفطيل لما يحتاجه الناس في الحياة الدنيا من أجل أن تتحسن أخلاقهم ويتعاون مع بعضهم البعض إذن هناك حلقة في المسجد يقرؤون القرآن ويدعون الله وحلقة أخرى يتعلمون العلم ويعلمونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون العلم وإنما بعثت معلما ومضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلقة العلم فجلس معهم العلم التعلم التعليم مجلس العلم ترجمة نانسي قنقر